حاصر حصارك لا مفر واضرب عدوك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطها وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر 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 قصيدة ألقاه الشاعر والفلسطيني محمود درويش وطبقها أهالي درعا وثوارها حرفياً على الأرض في سبيل مواجهة نظام ديكتاتوري شنت ميليشياته الطائفية بمساندة الميليشيات الإيرانية حملة عسكرية على درعا بغية إخضاعها وإذلالها أو تهجيرها نحو الشمال المحرر لكن الفزعة عند أهالي درعا كشفت وعرت جبن هذه الميليشيات التي لا تستطيع إحراز أي نصر دون غطاء طائرات الإحتيال الروسي التي مضى على حملتها البربرية على درعا قرابة الخمسين يوماً بالتزامن مع القصف العنيف على الأحياء السكنية فإلى أين وصلت تطورات أهل الفزعة في درعا؟ وما هي خطط المحتل الروسي هناك؟ وإلى متى سيبقى أهالي درعا صامدين في وجه هذه الميليشيات؟ أهلاً بكم في ملفات شائكة ازدادت الأوضاع سخونة في الفترة الأخيرة قوات النظام حاولت اقتحام درعا البلد بعد عدم انصياع الأخيرة لمطالبه المجحفة بحقهم لتنتفض معظم مناطق حوران تلبية لنداء درعا وتبدأ بهجوم واسع على معظم حواجز وثكنات وتجمعات النظام في المنطقة الأمر الذي خلف عشرات القتلى والأسرى في صفوفهم في الساعات الأولى فقط صارع النظام تحت ضغط هذا الواقع وخوفاً من خروج الأمور عن السيطرة إلى طلب جولة جديدة من المفاوضات تحت رعاية المحتل الروسي أكد من خلالها أبناء درعا رفضهم التهجير القسري لأي أحد من أبنائهم وذلك بعدما عرض عليهم النظام إخراج المطلوبين إلى مناطق الشمال المحرر لم تفضي المباحثات الجارية إلى أي نتائج ملموسة على الأرض وبقي التوتر سيد الموقف فحشود النظام ما زالت على مشارف درعا البلد وثوار حوران وأبناؤها يهددون بإشعال المنطقة كاملة وترضي قوات الأسد منها فيما لو حاول اقتحام البلد فهل سيرضخ النظام المجرم ويتراجع عن إجرامه وطغيانه أم أنه سيحاول اختبار صبر أهالي حوران ويمضي فيما خطط له من أجل محاولة إكمال السيطرة التامة على باقي مناطق الجنوب مرحباً بكم مجدداً مشاهدي الكرام قبل النقاش يسرني وكامل أسرة المبدعون السوريون أن تكون مهدى الثورة درعا أولى حلقات برنامجنا ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا وأهلنا في درعا واسمحوا لي أيضاً قبل النقاش أن نرحب بضيوفي بضيفي هنا في الاستيديو أبو محمد مسال ما أحد وجهاء وأعيان مدينة درعا هنا في المحرر ومن ريف حلب الشمالي معي أحمد الحريري دكتور وناشط سياسي أهلاً بكم جميعاً ضيوفي حياك الله أبدأ معك أبو محمد إلى أين وصلت آخر التطورات في درعا وما هي المستجدات بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله وبعد بداية اسمح لي أحييك أخي الكريم وطاقم التصوير كاملاً بداية بدأت الأمور بحصار خفيف وهجمات حاولت الفرقة الرابعة التقدم على درعا ضمن منهم بأن ينهو الأمر خلال 48 ساعة ولكن صمود أهلنا في درعا جعل الأمر يطول بالنسبة لهم الآن الأمور في درعا الحصار خانق جداً قطعوا الماء طبعاً الكهرباء من بداية الثورة كانت مقطوع الكهرباء عن درعا قطعوا الماء الخبز أصبح الخبز شحيحاً بشكل كبير أصبح الآن في درعا البلد الاعتماد على القدرة الذاتية الخبز في البيوت إذا أمكن والمياه في الصهاريج صهاريج المي في هذه الأيام 28 ألف ليرة إذن أصبحت درعا محاصرة من جميع الجهات بالنسبة للتعزيزات العسكرية لازال النظام يستقدم تعزيزات عسكرية إلى درعا بالإضافة إلى هناك قصف إلى الأحياء السكنية نعم بالنسبة لهذا الأمر كل يوم يحاول النظام الاقتحام ليس فقط النظام يعني نعلم كلنا بأن النظام مهلهل لا قدرة له للاقتحام إنما هناك من استقدمهم من الميليشيات الطائفية الشيعية بالفرقة الرابعة وغير الفرقة الرابعة هم الذين يحاولون في كل يوم الاقتحام حتى أن هناك من بعض الشبيحة من من يقفون معهم ويحاولون اقتحام درعا بلد من ثلاث محاور نعم أيضا هناك يعني اليوم ميليشيان نظام باتت تقصف حتى يعني بعض منازل أعضاء اللجنة المركزية هناك عبد الناصر المحامية قصفت منزله حسب ما وردنا من أخبار نعم قصفت منزله كان محدد لهذا المنزل أن يتم الاجتماع ما بين الروس واللجنة المركزية في هذا المنزل تم قصف المنزل قبل الاجتماع فيه نعم هذا الكلام صحيح بالإضافة لفيصل أبازيد الدكتور فيصل أبازيد الخطيب في المسجد فيصل أبازيد نعم نعم تم الاستاذ فيصل أبازيد تم قصف بيته مباشرة ليس فقط الأمر يقف عند هذا الحد قصف بيت الشيخ فيصل أبازيد أو بعض منهم في اللجنة المركزية إنما الأمر تعدى أخي الكريم الأمر تعدى أن هناك قصف لعائلات آمنة يعني عائلات تحت الرد ما زالت إلى هذه اللحظة لا يستطيعون خاجها أبو محمد إلى جانب القصف هناك عمليات تسلل نعم في كل يوم محاولة آخر محاولة كانت من قطاع نسميه قطاع كازيت المصري حاولوا التسلل من هناك لكن الحمد لله استطاع الشباب هناك التصدي لهم وقتل العدد الكبير منهم والأمور أيضا نبشر الجميع بأنه أخواننا في درعة المعنويات برتفعة سنعود إلى موضوع المعنويات وأهلنا في درعة لكن قبله أريد أن أسأل السيد أحمد هل انتهت الاتفاقيات القديمة بحسب ما بدأ من انضام أفعال جديدة على الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي حكينا من قبل أنه الاتفاقات هي وقعت نتيجة ظروف معينة لكن هذه الاتفاقات هي اتفاقات ليست رسمية وليست إلى زمن معين أنا قلت أنه دائما بالحروب تحصل نكسر وأنا قلت أن في الحروب العالمي الثانية الألمان وقعوا على اتفاقية مجبرين عليها لكن الألمان لم يكونوا على رضة بهذه اتفاقية ونحن هنا في درعة وكل المحافظات نحن عبارة عن ثوار نقاتل ونناظل سلميا وبسلاحنا من أجل تحقيق هدافنا بالحرية والكرامة فلا تستطيع أي دولة على إجبارنا على اتفاقات لا نستطيع أن نتوبقها لأنها بعيدة عن حريتنا وعن كرامتنا نعم ما حصل في 2018 وقبله حصلت أصل اتفاقيات وتسويات في 2018 وتسويات شخصية مثلاً إجبار الناس عن طريق الضغوط على أهاليهم الضغوط على الناشطين حصلت هذه الأمور بحماة بحلب بدمشق بدرعة أيضاً أنه عبارة عن والله تعالي عمل تسويات مثلاً لمدة عند الأمن العسكري ووقع مجبوراً وهذه التسويات ترفع للأم المتحدة أن هناك إرهابيين وغير وغيرات فإذن النظام دائماً يتبع أسلوب الترهيب للمجتمع بالاعتقال بالقتل بإجرام بأكل حقوق الناس عن طريق قانون العاشر اتفاقيات كثيرة وقوانين ونسجة من أجل أرضاخ هذا الشعب لكن الشعب السوري سيكون مستحيلاً والتاريخ يثبت ذلك نحن تعرضنا للإستعمار ليس لهذه الأول مرة الإستعمار الفرنسي يذكر هذا ليس بعيداً عننا أجداد حقوا لنا كيف كان الطريق التعاون مع الشعوب ونحن في طريق النظام بالأجل الحرية والكرامة وإن شاء الله الحرية هي قريبة إن شاء الله ستكون للشعب السوري نعم سيد أحمد أنتقل إليك أبو محمد أبو محمد النظام كما تحدثنا حاول كثيراً بعد التعزيزة العسكرية التي استقدمها إلى درعة لكنه حقيقة فشل لم يستطيع اقتحام درعة ما هو السبب؟ هناك عدة أسباب أخي الكريم لهذا الأمر الأمر الأول هو صمود شباب درعة وثوار درعة ومجهدين درعة هذا الأمر الأكبر والأعظم أمور ثانية هناك لم يستطيع النظام أن يقتحم درعة كما كان مخطط اللحمة التي يعرف فيها أهل درعة منطق درعة عشائرية إذا هبت عشيرة لشيء ما هبت معها كل العشائر وأيضاً هناك قرى درعة حقيقةً قرى درعة لهي تحية عظيمة من الشمال المحرر لقرى درعة وقفت من بداية الثورة عندما نادت درعة البلد الفزع الفزعة لبت الفزع قرى درعة وها هي اليوم تلبي الفزعة ضرب هنا وضرب هناك وهذا أيضاً يثخن في النظام أبو محمد الكفير يتحدث ويقول أن النظام فشل في اقتحام درعة هو عائد بسبب غياب أسراب طائرات الاحتلال الروسي يعني أنت كما شاهدت في الحملة الأخيرة على إدلب يعني الطيران الروسي كان له دور كبير حتى المناطق سقطت بالقوة السلاحة الجوي صحيح الكلام غياب الطيران عن المشهد في درعة هذا مؤثر حقيقةً لا نستطيع أن نخفي هذا الأمر لكنه لا يكفي؟ هو لا يفي بالغرض إذا كان هناك ثبات للمجاهدين نحن نتكلم اليوم في درعة وأهل درعة يعرفون كما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها كنا في درعة وكان الطيران يحاول القصف بشتى الوسائل ولم يرضخنا هذا الأمر حقيقةً إنما الخوف هو من الخيانات هذا هو الأمر أن يشق الصف لهذا نحن نشد على أيدي شبابنا في درعة وننبه لهذه النقطة ألا يحاولوا أن يدخلوا للشباب هذه النقطة نقطة دس الفتن والتفريق ما بين المجاهدين يعني في النهاية صمود درعة هو كان سبب رئيسي لعدم سيطرة النظام على أي جزء من درعة نعم صمود درعة وأهل درعة وعدم قدرة النظام الكل يعلم بأن النظام مهلها لا يستطيع هو يستخدم من الميليشيات الطائفية ليدخل درعة ولهذا اليوم لا يستطيع ولن يستطيع بإذن الله تعالى نعم أعود إليك سيد أحمد الروس أعطوا عهود ومواثيق بعدم قصف درعة إلا أنه لا تزال عمالية القصف مستمرة للأحياء السكنية وهناك ضحايا طيب لماذا تبدو روسيا تقف على حياد؟ ما السبب؟ نعم أولا أصل هي المشكلة بدأت عن طريق الاحتلال روسي هم بعث من دوبلي هو الجنرال من أصل الشيشاني وهذه أسلوب الاستعمار يعني أنه إحنا منكم وإحنا يعني مسلمين والموجودين الشرطة العسكرية كلهم من الشيشان وكذا فبدأت أنه أنه كانت هناك مطالب يعني على موضوع الاتفاقية أو أنه انه اتفقوا كانت هناك مجوعة مطالبة أنه بسحب السلاح كاملة من درعة السلاح الفردي أو الخفيف أو المتوسط أنا أريد أن نقولها أنه هناك كثير من الاجتماعات الأوروبية والأمريكية لديها سلاح فردي من أجل الدفاع عن نفسه وأمريكا لحد الآن لا تستطيع سم قانون من أجل سحب السلاح من قبل المواطنين الأمريكيين وهو يوجد في قانون رسمي ودستور ضمن الدستور الأمريكي في حرية الفرد أو الإنسان أنه يملك سلاح خاص به يعني حتى سلاح رشاش يعني وليس سلاح وإن مثلا وندقية سيد أو شيء فحاول الاحتلال الروسي في بعث من دوب إلو وكان رفض من قبل أهلي تم الضغوطات على الأهلي وتم توقيع اتفالي مع إثنين من القيادات من دون ذكر الأسماء أو ثلاثة من لا أذكر الأسماء وهذه الاتفاقية نشرها النظام على دواصل التواصل الاجتماعي أنه حصل اتفاقية بين المعارضين السابقين أو لجنة درعا للبلد والنظام وقحها يمكن الوفيق الناصر أو لؤي العلي نعم تم توقيع حي الاتفاقي لكن الاتفاقية رفضها الشعب الشعب أبناء درعا وأبناء القرى وكانت هبة من أجل درعا وشفنا سيطر على الهواتس خلال خمس دقائق أو عشر دقائق تم سيطر على كافة الحواجز رد الفعل على هذه الاتفاقية المهينة لأهل النابي درعا البلد يعني حتى أنه من ضمن الاتفاقية لو على عاجلة أنه يمنع على التواصل الاجتماعي على التواصل الاجتماعي نقد أي شيء للنظام على التواصل الاجتماعي تنقد ممنوع تخيل أنه يريد النظام أن وجهاء درعا وكفاري الدرعا وآل درعا أن يكونوا مخبرين يعني إذا أي مواطن مسلح خرج بباروتو بلكلاشينكوف مثلا من درعا البلد إلى قرية ثانية على اللجنة إبلاغهم بهذا الشخص الذي هرب أو الذي خرج إلى المناطق الثانية يعني هذه الاتفاقية جدا مذلة لأهل درعا وهذا هو تاريخ الاستعمار وهذا تاريخ الأنظم الدكتاتوري تحاول إدلال الناس وأخضاعهم بالأمر الواقع وبسياسة الضغوط والترهيب والإنسان وصلت الفكرة سيد أحمد شكرا لك أنتقل إليك أبو محمد أبو محمد هناك إصرار كبير من أهالي درعا على الصمود بالإضافة أن النظام لديه عجز كبير على اقتحام درعا أو الاستلاء على أجزاء صغيرة من درعا طيب ما هي الحلول التي في أيدي درعا ثوار درعا وأهل درعا؟ نعم الإصرار من أهل درعا على الصمود أخي أهل درعا أهل أرض أهل درعا صمودهم دفاحهم عن عرضهم ودينهم وأرضهم هذا إصرار موجود في كل مخلص حر لقضية الثورة السورية لقضية الثورة السورية هذا الإصرار موجود لكن بالنسبة للخيارات المتاحة إذا أصر النظام على ما يفعل من حصار في درعا فهناك لا أقول خيارات كثيرة حقيقة أول خيار هو القتال لأنهم يعلمون في درعا إذا دخل النظام درعا عنوة فسوف يعيث فيهم فسادا يعني سوف يقتل الأطفال والرجال ويغتص بالنساء ويحتل الأرض لأن النظام لم يأتي طوعا النظام أتى بالشيعة أتى بالفرق الرابعة فصائل طائفية وهذه توعدت توعدت أهل درعا حتى توعدوا الأردن المؤسف بالأمر أخير الكريم يعني الشيء في الشيء يذكر المؤسف بالأمر البارحة نسمع أنه وفد من وجهاء الزرقاء من وجهاء عشائر الزرقاء يتجهون إلى مقابلة الملك عبد الله يطلبون منه طلب فتح المعبر من أحد الطلبات فتح المعبر ما بين جابر ونصيب يعني الناس تقتل في درعا وهم يطلبون فتح المعبر وللأسف أيضا الفرق الرابعة تهاجم درعا البلد من جهة الحدود الأردنية هذا أيضا يعني يضع في الاعتبار ننظر إلى عدم واخذ الشيء بشيء يذكر أيضا كما ذكرت في تركيا حرائق في الغابات التركية هبت الدول وهبت المنظمات لمساعدة نحن نعم مع هذا الأمر لكن هنا شجر يحرق وهناك بشر يقتلون ألا ينظرون إلى هذا الأمر من وجه الإنسانية هناك عائلات تحت الأنقاض هناك عائلات محاصرة هناك عائلات اليوم لا تجد الماء الماء للشرب والله أقسموا بالله أن الماء الذي يغتسلون منه أو ينظفون أنفسهم أو ثيابهم هو ماء غير قهر وعلى الرغم من كل هذا درع ليس لديه إلا خيار واحد هو القتال هو القتال نعم وإذا أراد النظام عن طريق الروس طبعا من يحرك النظام هم الروس ولا يخف على أحد أن الروس هم المتحكمون في الوضع على الأرض لكن الموقف الروسي اليوم كأن الموقف الروسي يقول للأردن ها نحن أصبحنا على حدودكم من خلال الشيعة وخلال هذه الأمور أما أن ترضخوا يا أهل درعا لطلبات النظام أو أنه يدخل النظام وطائفته بالقوة يدخل الأرض بالقوة أهالي درعا أخي لم يرفضوا الحل السلمي أهالي درعا قالوا نعم ضعوا حواجز من الفيلق الخامس ومن أهل درعا ومن المخابرات النظام رفض النظام رفض كل الحلول النظام يريد الدخول لدرعا بالقوة وهذا ما جعله اللحمة بين أهل درعا أقوى وسوف تبقى قوية بإذن الله طيب أنا قبل أن أختم مع سيد أحمد هل لديك رسالة توجه لأهل درعا؟ رسالتي لأهل درعا وشباب درعا المرابطين المجاهدين أن يبقوا على وقفة رجل واحد وأن يبقوا على كلمة واحدة وأن لا يسمحوا لأي شخص أن يشق الصف مهما كان أيضا الرسالة في نفس الوقت أكررها من هذا المنبر لأهل درعا قرى درعا درعا طلبة الفزعة من أول يوم بالثورة وها هي أيضا تطلب منكم يا قرى درعا الفزعة لا تتخلوا عن درعا لا تتخلوا عن درعا وابقوا على كلمة رجل واحد والنصر من عند الله سبحانه وتعالى أختم معك سيد أحمد أيضا نسمح لك أو نعطيك الفرصة لتوجيه رسالة الأهل درعا ليس لديهم يعني ليس لديهم يعني بدل عن ليس لديهم يعني كيف بدل نحكي أنه ليس لديهم إلا الصمود يعني الصمود ثم الصمود سواء بالصمود السلمي يعني عن طريق المظاهرات والمسيرات المناهضة لهذا النظام المجرم وعن طريق السلاح لأنه هو فرض المعركة يعني النظام هو فرض المعركة علينا أنا ليس مع أنه نسلم سلاحنا حتى القتال لآخر قطر الدم أنا وجه الأخوتي في درعا أنه النظام هو الأساس كل شيء سواء النظام السلمي أو النظام النظام عن طريق سلاحنا وذخيرتنا ونقافل هذا النظام المجرم حتى أخر رمق وإن شاء الله هالدرعا يعني تأحدوا أنه لن يكون هناك تسليم للسلاح في درعا إن شاء الله وهناك سوف يكون نظام حتى آخر قطر الدم لأن هذا النظام المجرم وليأت من جانبهم إذن إلى هنا ونصل إياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا أشكر ضيوفي ضيفي هنا في الاستوديو أبو محمد مسالم أحد وجهاء وأعيان مدينة درعا وفي الشمال المحرر وسيد أحمد الحريري دكتور وناشط سياسي والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء وحفظه وإلى اللقاء وحفظه وإلى اللقاء وحفظه وإلى اللقاء شكرا